موسيقى تساعد جنيدة فاندم مع سلامة ورحمة فاندم والحاضر مع المتهم تمس براءته ودفع مجددا انتفاء ركن الاحتيال وهو عصب جريمة النصب احنا فاندم الاحكام معلمتنا الاتي اولا ان مهما بالغ المتهم في اكاذيبه وفي الدعاء الكذب دون ان يصاحب هذه الادعاءات وسائل احتيالية خارجية تؤكد هذه المزاعم فلسنا هنا بصدد جريمة النصب موضوع الاتهام كان الامر كذلك بالنسبة لهذه الواقعة ننظر الى اي الاعترافات حسب ما ورد بلسان الاستاذ الحاضر عن المدعب الحق المدني اذا ما كان الامر هكذا هل ما وصل باقوال المجمع عليه او المتهمين بتحقيقات النيابة العامة يؤكد وقوع الجريمة باركانها محل التجريم الاجابة قولا واحدا لا القانون حينما نمسل بصدد واقعة لا بد ان تكون هذه الواقعة وفقا لقيوفها واركانها واوصافها سابتة وهي موضوع المحاكمة هل هناك طرق احتيالية قد مورست من جانب المتهم على المجمع عليه للتأكيد بان هناك واقعة النصب قد اكتملت اركانها لنؤكد بها ويحملها حكم الادانة الاجابة فيما سطر في تحقيقات النيابة العامة وفيما ورد باقوال المجمع عليه فندم بمحضر جامع الاستبلالات لا لا يوجد هناك انه حينما قال بموضوع التسفير فندم لا يوجد بانه قال بان هناك المتهم قد استخدم بصبرات مثلا عليها تأشيرات او عقود عمل مثلا موقع يظهر عليها صفة رسمية صاحبة اقواله والدعاءاته لان هذه هي التي تمثل كما علمتنا الاحكام الطرق الاحتيالية الخارجية التي يستخدمها المتهم لتأكيد مزاعمه الناحية وهي الواقع التي نحن بصددها استخدام اخر لتأييد مزاعمه هو الشخص الاخر الذي معه في الاقوال هذه الصورة السليمة من جريمة النص قررت الاحكام وعلمتنا احكام محكمتنا العليا انه اذا ما كان ذلك فلا بد ان يكون الشخص الذي تداخله لتأييد مزاعم من قام بارتكاب جريمة النص حاضرا في مجلس المجن عليه وان يتداخل بمعرفة المتهم ان يستدعيه المتهم لتأييد مزاعمه فاذا ما كان حاضرا مجلس المجن عليه وتدخل من تلقاء نفسه دون اتفاق معه لا تقع الجريمة ولكن لا بد ان يستعين به المتهمة فاندم لتأييد مزاعمه لاثبات واقعة النصب على هذا النحو فاذا ما كان الامر قد وصل الى هذا الحد وان تحقيقات النيابة العامة بما وردت فيها من اقوال وان محظر جمع الاستجلال بما ورد فيه من اقوال لا ينبئان ابدا عن وجود الجريمة بكلتا صورتيها على هذا الحد فاننا هنا والحال وهكذا نسلم بان الجريمة اصبحت غير مكتمنة الاركان وحق لنا ان نطلب من المحكمة والهيئة الموقرة القضاء وراءة المكتمنة يا فاندم نشكر لما عليك حسن السماع فاندم ونقدم مذكرة بدفاعنا ونصمم على طلب البراءة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة